ومن أستاذ القاهرة إلى مركز شباب الجزيرة حيث ينضم إلينا مرسل أكسترانيوز تيموثي إيهاب أهلا بك تيموثي بعد التحية في البداية صف لنا ما هي الأجواء قبيل المباراة نعم أرحب بك سارة تحياتي لك ولكل مشاهدي أكسترانيوز في كل مكان من هنا من داخل مركز شباب الجزيرة يعني بالطبع لا يزال الوقت مبكرا نتحدث عن الساعة السابعة إلا دقائق أي قبل المباراة أو قبل ضربة البداية بأكثر من ساعتين ومع ذلك بدأ توافد المواطنين لمشاهدة ومتابعة المباراة مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا بين النادي الأهلي ونادي الوداد المغربي نتحدث عن توافد كبير وإقبال كبير من الجماهير المصرية هنا في مركز شباب الجزيرة لمتابعة المباراة من خلال عدة شاشات الحقيقة موجودة في أماكن متفرقة داخل مركز شباب الجزيرة مركز شباب الجزيرة يعني يقع على مساحة كبيرة وبالتالي هناك شاشات وتجمعات متنوعة توفرها أو يوفرها مركز شباب الجزيرة كأحد المراكز الشبابية والمرافذ التي توفرها الدولة المصرية في مراكز الشباب للجمهور والمواطنين للاستمتاع بهذه المباراة طبعا نتحدث عن النادي الأهلي هو البطل التاريخي لهذه البطولة بطولة دوري أبطال إفريقيا ويتوقع اليوم أو ينافس على لقبه 11 يعني أعود إليكم بالكلمة ربما كان هذا المشهد من هنا من مركز شباب الجزيرة أعود بالكلمة إليكم سارة ودارين نعم شكرا جزيل الشكر تيموثي إيهاب مراسل أكسترانيوز من مركز شباب الجزيرة وبالطبع الشكر موصول لإبراهيم عزة مراسل أكسترانيوز أيضا من استاذ القاهرة الدولي